السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعذائي في هذه الحلقة المفيدة التي بإذن الله سوف تعود عليك بالخير وعلي بالخير بداية قبل أن نبدأ قوم بالصلاة على رسول الله لنكسب الأجر بإذن الله بداية كم عدد ركعات صلاة المغرب بداية قبل أن أبدأ أشجع كل شخص فيكم على الصلاة ودخولك هذه الحلقة وهذا الفيديو دلالة على خيرك وعلى إلهام الله لك بالالتزام بالصلاة فأنا أخي أنصحك بالالتزام بالصلاة بداية يؤدي لمسلم فرض صلاة المغرب ثلاث ركعات فرض يجهر الإمام والرجال في قراءتهم للقرآن الكريم في الركعتين الأوليين ويسر في الركعة الأخيرة ويجلس المصلي للتشاهد في الركعتين الثانية والثالثة ولا تختلف صلاة المغرب في السفر عنها في الحاضر ويسن للمسلم أن يصلي ركعتين بعد الانتهاء من فرض صلاة المغرب هناك العديد من أحاديث التي توصل إليها العديد من العلماء والتي قالها العديد من الأشخاص في الإسلام وخاصة رسول الله